اهلا عزائي المشاهدين منواصل حديثنا مع الاخ يوسف ارياض هل المسيح نبي ام اعظم واكتشفنا انه فعلا عظمت يسوع حتى من خلال نبواته لكن خلينا في بعض هيك الافكار في العهد الجديد اخ يوسف يعني على سبيل المثال في لوقة سبعة سمعان عم بيتكلم عن شخص المسيح بقول لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة انها خاطئة وعلى طول منشوف المسيح برد عليه بيعرف فكر قلبه ويعني فبتشوف انه هن البرسيبشن علي انه نبي بس اه هنا في امرأة خاطئة معنا في اشي غلط لو هو نبي فعلا كان عارف مين هاي المرأة في الحقيقة هو فعلا مش مجرد نبي يعني هو قال يعني للأسف سمعان نفى عنه صفة النبوة ما هواش نبي اصلا المسيح اثبت له انه ليس مجرد نبي بل اعظم ازاي في حاجتين حاجة الاولانية لما عرف فكره السمعان لم ينطق ببنت شافة يعني ساكر لكن بيفكر في ذهنه الرب امراض على افكار وهذا نجده كثيرا جدا في الاناجيل الاربع لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم لماذا تقولوا هما ما قلوش ولا حاجة لكن هو مش مستني لما ينطق لكن عرفها زي ما بيقول مثلا في مزمور 139 ليس كلمة في لساني لسه ما نطقطش بيها الا وانت يا رب يهوى قد عرفتها كلها طبعا ربنا يعرف اللي بفكر فيه هل يسوع هو يهوى الاجابة اثبت ذلك انه عارف فكر الراجل الغلبان ده لكن مش بس كده لكن قال المرأة مغفورة لك خطاياك اتبرجله زياد من الذي يغفر خطايا الا الله المسيح اثبت لهم فعلا انه يعرف يعرف الافكار وانه غافر الخطايا زي ما في مرة سابقة مثلا في ماركوس 2 لما جابوا له مفلوج يحملوا اربعة المسيح قبل ما يقول له قوم احمل سريرك ويمشي قال له مغفورة لك خطاياك اتزمروا قالوا مين بيغفر خطايا الا الله عرف فكرهم وقال لهم ايما ايصر ان يقال للمفلوج قوم احمل سريرك ويمشي ام ان يقال له مغفورة لك خطاياك ولكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطان على الارض ان يغفر خطايا قال قوم احمل سريرك ويمشي فاعطى برهان مؤكد انه هو الله عندما جعل المفلوج يمشي وعندما عرف فكرهم وعندما غفر خطايا الرجل موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى